مرحبا بكم في قناة تحفة يوب سفر تغطية من الإعلام المغربي على المدهارات المشتعلة ضد محمد سادس وكثير يطالبون بفتح الهجرة ومغاربة يطلبون لجوء للجسائر ومحاولات عدة عبر الحدود المشتركة بداية المدهارات كبيرة في العديد من المدون المغربية تصنع الحدد لكن بسفر تغطية من الإعلام المغربي الموجه من محمد سادس الذي يفرض تعتيما كبيرا على هذه المدهارات والقمع واعتقالات بالجملة ضد المتظاهرين التعتيم الأكبر وملاحقة المغزل لكل من يتداول أكثر بالخصوص أي خبر حولها أو يؤيدها أو يشارك فيها لكن لم يستطع نظام المغرب إخفاءها بالكامل وتعتيمها كليا في ذل وجود البديل والبديل هو مواقع التواصل الاجتماعي التي تكشف كل شيء هذه المرة أيضا والملفت هو تزايد طلبة لجوء منهم للجزائر وفي أكثر من مقطع ظهر مغاربة منتفضون ضد الغلاء والقمع والتهميش وتهجيرهم من منازلهم مطالبين بفتح الهجرة وسمع لهم بهجرة بلادهم بعضهم طلبوا باللجوء للجزائر وفضحوا تصريحاتهم وهتفاتهم كل مخططات المخزن الذي دائما يربطهم بالعمل للجزائر والإدعاء أنهم بيدق جزائرية ويعملون ويخدمون أجندات ما يسميهم الإعلام المخزاني بجنرالات الجزائر بما أن الجنرالات على ما يبدو يسببون عقدا للمخزن فأي مشكلة أو أزمة أو احتجاج حتى من المغرب على رفع أسعار الغاز اتهم المخزن كل من نطق بالعمل للجزائر وتهم أخرى كثيرا وقد تظهر مؤخرا مئات المغرب قرب الحدود الجزائرية المغربية وحاول المئات من المغرب دخول الجزائر هربا من البارتش والقمع والتهميش مؤكدين أن الجزائر أحسن بلد جار وبلد خير ولن تنطلي عليهم سياسات محمد ساريس الذي يعمد إعلامه على تشويهه كل ما هو جزائر وخداع المغرب بالتصوير لهم يوميا أن الجزائر عدوتهم وتضرب مصالحهم لكن باتوا عين جيدا بهذه التهمة والإدعاءات البطلة وأنها سياسة متحمدة من محمد ساريس للتغطية على إخفاقاته وإلسق كل مشاكله بالجزار هذا وكان المخزن المغربي قمع حتى مئات المغربة الذين احتجوا أمام الحدود والذين حاولوا اللجوء والفرار من المغرب نحو الجزار خاصة سكان المناطق الحدودية الذين أكدوا أنهم مهمجون لدرجة لا توصف كما أنه بسبب الدروف المعيشية صعبة وقهر نظام المخزن تداولا نشاطا فيديوهات كثيرة واتقت كمية المعاناة التي يعاني منها الشعب المغربي بعد أن أكدت مصادر مطلعة أن المدهرة الغاضبة جاءت بعد سلب عقارات خاصة بشعب المغربي ومنحها لجهات عدة معروف اسمها متداولين مشاهد مختلفة منتشرة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مدهرة تغادبة ضد نظام المخزن يطالبون بفتح الحدود والخروج من المغرب نحو الجزائر بعد السطو على ممسلكتهم ومقدرتهم دون أصلا حتى أن يكلف نظام المغربي بعد أن أخرجهم أي تعويد بعد أن رفض الغضر بالجزائر وكان عندما حل تقت الرئيس بون مفجأة مدوية من الجزائر مع رئيس سينيغال بعد إفشال مخطط محمد ثالث وهل طلب دخول تكتو الجزائر بعد رفضه عرض المغرب بداية وبعد الدربة القوية التي وجهها الرئيس سينيغال للملك المغربي برفضه خيانة الجزائر ولا الغضر بها ورفضه تنفيذ له مخططه بعد ما حاول الملك المغربي إنشأ تكتو الفوري مع سينيغال فور إعلان الجزائر لتكتو الذي ضم تونس وليبيا وحتم وريتانيا مستقبلا ستدخل الآن ومعرفض رئيس سينيغال تنفيذ مخطط ملك المغرب لأنه لو كان وفق على خطط محمد ثالث الإسفزازية لكان غامر ورم بالعلاقات بلاده من المجهول حاليا العلاقات في القمة مع السينيغال ووزير الخارجي أحمد عطاف طار والتقى برئيس سينيغال وأوصل له برقية من رئيس بون وتعاونات وشركة استخمص صبرام بين البلدين كما لا يستبعد أن تدخل السينيغال في تكتو الجزائري اللي بتونسي الموريطاني فالحفرة التي حاول النظام المغربي إقاع رئيس سينيغال فيها وقع فيها هو بنفسه حاليا خيبة كبيرة تخيم على إعلام المخزن جراء تحركات رئيس سينيغال وراحوا يهاجمونه ويعتبرونه بيد قليل جزائر واتهامات بطلة منهم فقط لأنه حافظ على علاقته مع الجزائر وأثناء على رئيس بون ورفض مخطط محمد ثالث كما أن وزار الخارجية المغرب ناصر بوريطان مغضوب عليه من ملكه محمد ثالث جراء هزائمه المتتالية أمام وزار الخارجية أحمد عطاف وربحه لسينيغال صالحه نهيك عن كون زيارة التي كانوا يدعونه إليها لزيارة المغرب لإنشاء التكتل تفاجأوا اليوم بكون الرئيس سينيغال يعلن زيارة رسمية للجزائر ويتجاهل تماما زيارة المغرب بل ويعلن تحمسه للقاء الرئيس بون ولعمل معه وتسريع الدفع بالعلاقات الجزائرية السينيغالية فنصر بوريطا من خيبة لأخرى وفشل في كل مهرهنته وسبقه أمام عطاف أما وبهذه الخطوة من عطاف مع رئيس سينيغال يكون أفشل رسميا محاولة ملك المغرب الذي أراد إنشاء تكتل موازي مع سينيغال وموريطانيا ودول أخرى فسرعا ما سقطت مخططته في الماء واتت محاولته بنتائج عكسية رهن على موريطانيا وسينيغال فملت نحو الجزائر وقد استقبل وزير شؤون الخارجية أحمد عطاف من طرف الرئيس السينيغالي فيصير ديماي فاي ليقوم عطاف بتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأوضح بيان للخارجية أنه تم خلال لقاء استعراض سبل وأفاق الارتقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر والسينيغال إلى أفاق أرحب تجسد حرص الرئيسين على تعمق التعاون والتفاهم بما يعود بالنفع على كلا البلدين وشعبين شقيقين وتم تطرق أيضا إلى مستجدة الأوضاع في المنطقة وساحل صهراوي وأفاق السعيد لمساهمة في بلورة حلول سلمية للأزمات التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في هذا الفضاء ومن جانبه حمل رئيس بايسيرو فابي أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مغربا عن تطلعه اللقاء به والعمل معه على تكريس ما يجمعهما من طموحين مشترك في تنمية العلاقة ستنائية وتجسيد ما يتقى سمانه من التزام وتبادل تجاه قد يسي المتنمية على الصعيد الإقليمي الرئيس بون ورفض مجددا طلب ملك المغرب بعد اشتعال غير مسبوق لأزمة الغاز في المغرب وكيف قفز سعر بوتط الغاز مجددا ووسطات جديدة ويستغل اسم شابه وهكذا انقلب المغرب على محمد سادس بداية ومع فشل ملك المغرب محمد سادس في تعامل مع أزمة الغاز وعدم إيجاده أي بديل لغاز الجزائر رغم كل هذه المدة من قطعه فالارتفاع ظلم صمرا أخرها اليوم يتخطع تبت عشر درام بعد أن كان يشتريه من الجزائر قبل أن يقطعه الرئيس بون سابقا عليه بسهرين رمزي وأقرب للمجان بل ولم يكن المغرب يسدد حتى فوتير دخما منذ عقود الآن ومع الانتفاض والغضب الشابي عليه في المغرب مطالبين إياه بإقالة رئيس حكومتهم وكل مسؤولين حتى أن كثيرين طلبوا محمد سادس بتحمل مسؤوليته بما أنه هو المتسبب في أزمة الغاز والغلاء الفاحش الذي يعانون منه في المغرب فالرئيس بون كان قطع الغاز بدلك القرار صارم بعد سمط الملك المغرب وتمديه في الإساءة وتأمر مع أهل الجزار حتى بتحالفات مع جهات عدة لمحاولة ضرب المصالح الجزائرية ولم يكن يتوقع الملك المغرب حينها أن الرئيس بون سيفرد عليه كل سلك العقوبات دفعة واحدة كما أن محمد سادس حتى من تحالف معهم لم يفيدوه وأصلا لم يجد بدولة عود له غاز الجزار الذي كان يتنعم به المغرب وبأسعار رمزية انقطعت عليهم بسبب محمد سادس وهو الذي أحاط نفسه بالمفسدين الذين انهبوا مليارات المغربة ويمتلك وزراءه كبرى الشركات ولا يكتردون بهم والقمع الوسيلة الأولى لهم كما صدم الأخير مجددا برفض قاطع من الرئيس بون إعاد اللهس مع محاولته إقناعه بوسطات من عدة دول أما حاليا يحاول استغلال اسم الشعب المغربي لاستعطاف إقناع الرئيس بالحوار خاصة وأن مسؤوليه أخرهم لقجع وأخ النوش وغيرهم باتوا يعترفون صراحة أنه من المستحيل تعويض غاز الجزائري وأن الحل مع الجزائر وجب إقناعها بترجع عن القرار لإعادة العمل بالأمب بالغاز المغربي ورفع العقوبات لكن طبعا المغرب ليس بأمره بيده لهذا الجزائر لا تتق فيه ولم تقبل كل طلبات محمد سادس ولم ترفع العقوبات ليقين الرئيس بونتام بكون محمد سادس هناك جهة تتحكم به وتستعمله كوسيلة وأدات لتشويش على الجزائر اشتركوا في القناة